ترون أمامكم صورة للرئتين الرئة اليمنى والرئة اليسرى عندما تنظرون إلى الأعلى هنا سترون أن هناك ممرا هوائيا كبيرا يطلق عليه القصبة الهوائية تتفرع هذه القصبة الهوائية إلى ممرين هوائيين كبيرين ممر هوائي يتجه نحو الرئة اليمنى والممر الهوائي الآخر يتجه نحو الرئة اليسرى ويتفرع هذان الممران إلى ممرات هوائية أصغر ولديكم في نهاية هذه الممرات هذه الأكياس الصغيرة جدا التي يطلق عليها الحويصلات الهوائية سأرسمها لكم كنقاط صغيرة باللون الأزرق حتى تستطيعوا رؤيتها يحدث في هذه الحويصلات الهوائية تبادل للغازات أي في هذا الجزء من الرئتين يحدث تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون الآن فيما يخص التشريح الخارجي للرئتين حتى أوضح ذلك لكم سأركز فقط على الرئة اليمنى لديكم هذا الغشاء الرقيق الذي يغطي الرئة يطلق عليه الغشاء الجنبي الحشوي والغشاء الجنبي الحشوي عبارة عن كيس يحيط كلار رئتين اليمنى واليسرى الآن خارج الغشاء الجنبي الحشوي لديكم غشاء ثاني يسمى الغشاء الجنبي الجداري وهو الغشاء الذي يحيط كل من الغشاء الجنبي الحشوي والرئتين الآن عندما تسمعون مصطلح حشوي فهذا يشير إلى عضو والعضو في هذه الحالة هو الرئة سأكبر الآن هذا الجزء قليلا بحيث يمكنكم رؤية هذا الحيز الذي يوجد هنا الذي يطلق عليه الحيز الجنبي في الواقع هذا الحيز أكبر من مجرد حيز محتمل موجود بين الأغشية الآن عندما أستخدم مصطلح محتمل فأعني بذلك أن هناك فرصة لحدوث شيء ما هنا ستحدث عن هذا الأمر بشيء من التفصيل في الواقع يوجد في هذا الحيز سائل يبلغ حجمه تقريباً ملعقة أو ملعقتين صغيرتين ويسمى السائل الجنبي وهو موجود بشكل طبيعي يمنع السائل الجنبي احتكاك الغشاءين مع بعضهما بالتالي عندما تتمدد الرئتان يساعد هذا السائل على انزلاق الغشاءين على بعضهما بسلاسة فعندما تأخذون نفساً عميقاً ستتمدد الرئتان وهذان الغشاءان سيلامسان بعضهما الآخر وبعدم وجود السائل الجنبي فلن يكون هناك حاج السلس يمنع التصاغ الغشاءين ببعضهما البعض الأمر الذي يسبب الكثير من الاحتكاك بينهما وهو أمر غير مريح لذلك يعمل هذا السائل الذي يوجد في الحيزة الجنبي مثل مادة التشحيم التي تمنع الاحتكاك انظروا الآن إلى الرئة اليسرى سأرسم هنا نفس تلك الأغشية التي تحيط الرئتين لذا سأرسم الغشاء الجنبي الحشوي الذي يحيط بالرئة وسأرسم الغشاء الجنبي الجداري الذي يغطي الغشاء الجنبي الحشوي الآن ماذا يحدث لو تجمع المزيد من هذا السائل الموجود في الحيزة الجنبي؟ دعوني أساعدكم في تخيل هذه الحالة سأبعد هذه الأغشية قليلا حتى أضيف المزيد من السائل هنا عند قاعدة الرئتين وبعدها سأعيد هذه الأغشية حتى تروا ما سيحدث ستلاحظون أن تلك المنطقة التي رسنت عندها هذا السائل الفائض قد تسببت بإزاحة هذا الجزء من الرئة إلى الداخل قليلاً وإذا قارنتم هذه المنطقة برئة اليمنى سترون أن شكل الرئة اليسرى في الواقع قد تغير وهذا نتيجة لذلك الفائض من السائل الذي يشغل الحيزة الجنبي تذكروا أن الطبق الخارجي للرئتين هي الغشاء الجنبي الجداري لكن يقع الغشاء الجنبي الجداري مباشرة مقابل جدار الصدر بالتالي عند الزيادة جمع السائل في الحيزة الجنبي فإن الضغط لن يندفع خارجاً باتجاه الصدر لأنه في الواقع ليس لديه أي مكان يذهب إليه فهو محاط بالضلوع والعضلات وبدلاً من ذلك سيندفع ذلك الضغط نحو الرئة وهذا يمكن أن يتسبب في تغيير قليل بالرئتين لذلك أريد منكم أن تفكروا فيما يمكن أن يحدث نتيجة لذلك كيف يمكن أن يظهر ذلك الجلياً على الشخص؟ بالتأكيد ستلاحظون أعراض مثل الصعوبات التنفس التي تعرف بالضيق النفس يمكنكم أيضاً توقع علم في الصدر بسبب هذه الإزاحة فرئتين ناتج عن الضغط الذي يسببه تجمع المزيد من السائل في الحيزة الجنبي يوجد مستقبلات للألم في هذه المنطقة لذلك سيشعر المصاب بمثل هذه الأعراض يمكن أن يعاني المصاب من السعال أيضاً ونوع السعال الذي يمكنكم أن تتوقعوه هو السعال الجاف مقابل السعال الرطب وسبب أهمية هذا الأمر لأنه عندما يكون هناك انخفاض في فراغات الهواء فأن الرئتين في هذه الحالة أزيحت إلى الداخل بحيث يتمكن الجسم من إدراك ذلك وكآلية رد فال لذلك يسعل المصاب السعال في الحقيقة جهد من جانب الرئتين في محاولة منه لإفراغ الحيز الهوائي تشعر الرئتان أن الحيز غير كافاً لذلك يحاول المريض أن يسعل لإفراغه لكن في هذه الحالة توجد المشكلة خارج الرئتين وليس داخلها لذلك لن يخرج شيء ربما تتساءلون الآن كيف يحدث هذا؟ كيف يتجمع هذا السائل في هذا الجزء من الحيز إذ كان لدى الرئة في الوضع الطبيعي كمية صغيرة منه يساعد الجهاز اللنفي في تصفية وتنظيم السائل الموجود في هذه المنطقة لذلك إذا أصيب الجهاز اللنفي بشيء ما فإنه لن يكون قادراً على تصفية السائل بسرعة كما ينبغي بالتالي يمكن أن يتجمع السائل في حال تعرض الشخص لمشكلة طبية مثل قصور القلب الاحتقاني أو قصور الكبد فإن احتباس السوائل الذي يحدث في الأوعية يمكن في الواقع أن يؤدي إلى تسرب السوائل إلى الحيز بين الغشاءين الالتهاب الرئوي وهو اضطراب التهابي يصيب أنسجة الرئة يمكن أن يؤدي إلى تسرب السوائل أيضاً وكل هذه السوائل سينتهي بها المطاف في الحيز الجنبي الأمر الذي يؤدي إلى تجمع المزيد من السوائل وهذا ما يسمى بالانصباب الجنبي وهكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر